السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بسم الله أبدأ بإعطاء فكرة عامة عن دفاع المدني السوري وخدماتهم في سوريا ثم ننطلق لعرض الأحصائيات والسقارير التي تم إحصاغها ثلاثة ستة أشهد من الأدوان الروسي الغاشم على سوريا ولد الدفاع المدني السوري من رحم هذه الثورة المباركة منذ ثلاثة عوام المضط وقد كان نشاط هذه المنظومة في العوام الماضية موزعا على مساحة ثماني محافظات سوريا هي دمشق وريد دمشق وحلب وإدلف ودرعا وحمص وحماتة واللادقية تتوزع فيها 119 مركز للدفاع المدني وبفريق يصل عدده حتى 2830 متطورة خلال هذه الثورة قدم الدفاع المدني خدماته لأكثر من ستة ملايين شخص وستطاع أنقاض أكثر من خمسين ألف شخص مهدد بالخطر وقدم خلال هذا العمل أكثر من 110 شهدات كان منهم 27 شهيدا في مرحل الأدوان الروسي وغاشر يعمل أفراد الدفاع المدني بجد وكد على رفع المعاناة عن الشعب السوري من خلال الأعمال الخدمية الثالية أولا التحذير ثانيا الإخلاء غاية إدارة الملاجئ رابعا خدمات البحش والإنفاز خامسا الإسعافات الأولية ستة مكافحة الحرائب سبعة دفن الموتر في الحالات الضارئة طبعا وصل المهام حتى 15 مهمة طبعا وغيرها نسكرها الضغط هذا كان في مجاله وقد دوحض منذ تاريخ 31-9-2015 زيادة ملحوظة في عمليات الاستجابة التي يقوم بها عناصر الدفاع المدني ومراكزي وللأسف هذا التاريخ كان هو تاريخ بدء التدخل الروسي على الأراضي السورية المحررة وقد وثقت دفاع المدني السوري 2223 حالة استجابة لعمليات عسكرية روسية معادية منها ما نفذه الطيران الحربي الروسي ومنها هجمات الصواريخ الباليستية البعيدة المدى ومنها الهجمات في القنابل العنقودية المحرمة دوليا وكانت هذه الهجمات 28 هجوما على المدارس 9 هجمات على المشافر 231 هجوما على مناطق حيوية كالأسواق الشعبية ودور العبادة ومراكز الدفاع المدني والمعامل والدوائل المدنية والنقاط الطبية وغيرها 1955 هو عدد الهجمات الروسية على المناطق السكنية المأهولة بالمدنيين في المحافظات الثمانية وتاليا بعض الأمثلة على نتائج الهجمات الروسية والتي استجاب لها الدفاع المدني أولا القصم الذي شنه الطيران الروسي على مشفى أطباء بلا حدود في منطقة معرة النعمان والذي أسفر عن استشهاد 9 من كوادر المشفى و17 من المدنيين المرضى والمراجعين وقد استمر الدفاع المدني بالعمل على محاولة رفع الأنقاط وانتشال الجسس وإنقاذ العلقين أكثر من 96 ساعة من العمل المتواصل ليلا ونهارا وقد تمكن خلالها الدفاع المدني من استخراج ثلاث مصابين من تحت الأنقاط كان آخرهم الممرضة سهام حامل والتي تم استخراجها في اليوم الرابع لعمليات الإنقاط وكان من نتائج القصف أيضا خروج مشفى أطباء بلا حدود عن العمل بشكل كامل ونهار ثانيا القصف الذي شنه الطيران الروسي على مركز الدفاع المدني في حرستة في ريف دمشق فقد أسفر هذا القصف عن استشهاد أربع شهداء من عناصر الدفاع المدني وإصابة ثلاث عناصر أيضا وتدمير ثلاث آليات من ملاك المركز وفقدان جميع المعدات الخفيفة من المركز وفروج المركز بشكل كامل عن الخدم طبعا نتج عن هذه الهجمات الروسية استشهاد أكثر من 2645 شهيدا مدنيا وذلك في المحافظات السورية الثمانية وكان من ضمن هذه الشهداء 565 طفلا 406 سيدات 1674 رجل كما نتج عن هذه الهجمات الروسية أكثر من 8413 مصابا من المدنيين ومن ضمن هذه المصابين 1765 طفل 1742 سيدة 4915 رجل علما بأن هذه الإحصائيات التي توصلنا إليها من خلال الاستجابات التي قامت بها فرق الدفاع المدني على انتداد المحافظات الثمانية لا تشمل كامل الهجمات التي نفذتها قوى الروسية الغاشمة على انتداد مساحة سوريا التي تضم 14 محافظة ونحن العاملين في الدفاع المدني السوري ندعو إلى وقف الأعمال الفتالية وتوقف جميع الهجمات على المدنيين وأن يتحول عملنا إلى المساعدة في عادة إعمار وبناء وطننا الحبيب سوريا كما أود أن أشكر وكال مسار ريس على إتاحة هذه المنبر لنتمكن من إيصال صوتنا إلى العالم أجمع وعلى تنظيمه المهن الممتاز كما وأشكر مراسلي وإدارات جميع الفضائيات والصحف والإذاعات الذين لقوا هذه الدعوة والآن أردت على استفسارتهم حمد التسعر تفزيون سوريا هل كانت تهداف دولة العدوان الروسية لنقاب في سوريا للجمعات العسكرية والجمعات المدنية أما أنه كان عشوائيا لحصر رد كمانتو كالتاعة مدنية في سوريا كان الاستهداف بشكل عام كان أغلب الاستهداف إلى تجمعات مدنية وإلى أماكن مدنية طبعا تبين هذه الإحصائيات أن الاستهداف كان غالبه على الأماكن المدنية والتجمعات المدنية للأسف لا يصدر عن دفاع المدنية دائما تقارير يومية أو عملياتية لكل عملية يكون بها عناصر دفاع المدنية هذا التقرير يكتب فيه الخسائر البشرية والخسائر المادية والخسائر في صفوف الدفاع المدنية وتحفظ هذه التقارير بالأرشيفات ويصدر تقارير يومية عن ما قام بها الدفاع المدنية وتحفظ للاستفدام لاحقا كأدلة كأدلة إدانة للقوات الغاشمة أو قوات المعتدية على الأراضي السورية أسنال السهداء في نظام أسواق شعبي أو السهداء في المنطق في نفس الأحظام كيف تم التعاطي مع تلك المجازف من الكوادد تتعملون لداية أحب أشكركم على هذا الشيء في هالحالي هاي نحن نشي مشتغل نحن عنا مراكز موزعة تغرافية على المدن وعلى المناطق عنا خطاعات عنا مراكز فرعي مراكز رئيسي في المدن اليوم نحن أي شيء باستهدف اليوم صارت مثل ما زر كمبارة رحمة السلام في عنا فريق الكوفرنبل عنا فريق معارض النومان أزاروا فريق صفون هو الأقرب لمركز كوفرنبل معارض النومان أزاروا فريق دلمنس هو الأقرب إلى معارض النومان والحمد لله الكوادر يعني مغطي تقريبا جغرافيا كل مساحة المحافظة أمرا جوان رحمة السلام أنت حكيت عن استهداف الطونار الدولسي لمركز حرسنة في استهدافات تانية لغير مراكز أو لفرق الدفاع المدني وهل استهداف الدفاع المدني أثناء عمله يوحظوا استهداف مركزي نعم يوجد استهداف لأكثر من مركز أنا ذكرت مثال واحد فقط هو استهداف مركز حرسنة أما المراكز التي يستهدفت هي عدة مراكز في كامل المحافظات والإضافة لإستهداف فرقة الدفاع المدني أثناء العمل يعني يوجد ضربات مضاحفة دائما تكون على فرقة الدفاع المدني أثناء العمل يعني يخرج عناصر الدفاع المدني لتأدير عمل أو تأدير مهمة أو رفع عنقاء في مكان معين فيكون هناك قصف مزدوج أو ضرب مزدوجي إلى نفس المكان أدت إلى إصابة واستشهاد عدد نبس فيه من أعاصر الدفاع المدني فضل أحمد ربور برية التنوية حضرتك زيادة حصاريات عن استجابي للدفاع المدني إلى القصف الروسي كيف يتم التمييز بين القصف الروسي أو القصف التحارب أو القصف الزارب؟ تماما وعليه تكشف فيه هاي؟ تماما هلا بصراحة نحن لسنا عسكريين يعني لا نستطيع التمييز بشكل نهائي عن نوعية الطيران الآن أفضل أن يكون السؤال نتيجة القصف إيشو هي نتيجة القصف؟ الدمار اللي حصل نحن كنا نعتمد دائما على المراصد اللي هي تبلغ أنه نوع الطيران هو طيران روسي أو طيران سوري أو ترجع من المطار الفلاني إذا تجأ إلى المكان الفلاني فكنا نعتمد في تقاريرنا على هايدي المعلومات ولكن نحن دائما لازل نتحدث عن نتائج هذا القصف فالمجرم واحد وكل شي ساعد هذا المجرم بالإجرام فهو مجرم مثله بالأخير ولكن نحن كنا نعتمد فقط قطلاق على موضوع المراصد وعلى موضوع التبليغ من مكان الصعود الطائرة والهدوط الطائرة وعودتها حتى الصواريخ الباليستية والعنقودية يعني سابقاً كان نظام قليل كان استخدامه إذا فمنحل تدخل روسي غالب استخدام هايدي الصواريخ كانت هي من قبل قوات روسية اشتركوا في القناة سابقياً بالعباد أما لديكم كادر كامل بأداء المهلمات مجرم 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 صراحة العوائق كبيرة يعني نس رح نذكر جزء وسيط منها ممكن أحد العوائق اللي هنا عم نعاني منها مو نقص بالكوادير نقص بتدريب الكوادير والآن إن شاء الله هجعمل عليها عنا شوي نقص بالأدوات والمعدات كمان في عنا أهم عائق نحنا منعاني فيه صراحة مو موجود في العالم أن الدفاع المدني السوري هو عم يعمل في حال تحر فعناصرنا بيكونوا عم يشتغلوا بالضربة وبتكون الطيارة في الأجوار فصراحة هذا أكبر عائق نحنا منعاني منه وكتير من شباب نستشهدوا الضربة المزدوجة بسبب هذا الأمر واحد هو عم يشتغلوا يرجعي لعيض الطيران ضربوا على المكان نفسه لعمل فهذا كان أكبر العوائق اللي عم نعاني دفاع المدني مدني تماما هل أحمر في السوري لماذا يستطيع الأحمر في السوري العمل في المماركة المخررة ولا يستطيع دفاع المدني في المناطق التي لا يستخدم لس يرفع النظام هل أكون تنفاع مدني مدني لا يستطيع العمل في المناطق التي تخته heavenly الزور absorb نعم إنت قصدك العمل داخل المناطق النظام. أنا في بداية البيان اللي أنا أوقيته سكرت كلمة إنه وولد الدفاع المدني ورحم هذه الثورة. تماما؟ فنحن من أصل هذه الثورة. وأنتم تعرفوا إنه النظام الشي وجهة نظره لكل شي شخص شارك أو ساهم أو حتى أومأ بييده باتجاه هذه الثورة. طبعاً نحن ما عنا مشكلة لو إنه النظام بيسمح لكوادرنا أن تدخل وتساعد المدنيين المردودين داخل مناطق سيطرة النظام. ولكن للأسف هو هو اللي بيمنع هذا الأمر من الحدوث. أبو بكر محسار بريس قد محمد. آآ كثيراً في بداية من تأسيس مؤسس التفاع المدني كنا نسمع عن نقص في معدات والآليات. إضافة عناصر التفاع المدني خاصة من حلب ثلاث أو أربع شهور لغطة مردودة. يا ترى هل الإمكانيات الآن تتوافق مع كثابة العمل الغازي عليك. طبعاً أنا بدي أبدأ من البداية. آآ أخي اللي بتاع المدني هو مؤسسة أو هو منظومة مثل مثل أي منظومة نشأت في هذه السورة. فأكيد مرر في مراحل صعبة جداً جداً. مرر بمراحل انقطاع الرواتب انقطاع الكلف تشغيلين. ولكن طالما أن الهدف واضح هو إنقاذ المدنيين تماماً. فالحمد الله رب العالمين بقيت عناصرنا سابتة بكل الظروف الصعبة اللي هي عدينا فيها. ولا بحب بشركن يعني وقلكم انه الحمد لله رب العالمين الوضع هو أفضل من البداية. الوضع هو أفضل من ناحية الاعتاد من ناحية التدريب من ناحية الكوادر من ناحية التوزع الجغرافي. وأفضل من بداية ونحن ن أعمل أن يكون غداً أفضل من اليوم حتى. محمد بكور إذا تطلب المنالكة في الأيام القادمة مشاريع الدفاع المدني للإجمالية المنالية؟ تماماً. هناك خطة للدفاع المنالية طبعاً خطة سنوية بيتم مضعها. طبعاً هاي الخطة بتطلب المراكز اللي ممكن نحن نفتدها خلال مسلا سنة 2016 تماماً. وتعطيق مناطر لا يستطيع تعطيتها طبعاً الدفاع المنالية. وفي خطة كمان مقابل لافتتاح المراكز هي موضوعة سيادة العناصر في هاي دي المراكز الجديدة. وتأمين أليات. طبعاً هي خطة دائماً موجودة نوضع خطة ولكن نسع إلى تطبيق هذه الخطة بشكل كامل. طبعاً بيتعلق أسباب عدم تطبيقها بشكل كامل. أسباب اللوجستية والأسباب المالية. في كتير أسباب. وغالباً نستطيع تحقيق نسبة كبيرة من الخطة اللي يتم وضعها. طبعاً نهائياً. نحن غالب الاستجابات اللي كانت لنا هي كانت للأسف على مناطق مدنية مأهولة بالسكان. وعلى مناطق تجمعات مثل المسايب. ذكرناها نحن في البيان. فكان غالب استهدافه اللي نحن استجابنا له هو على مناطق مدنية ولا يعني ممكن خل ما او او ممكن ممكن ننفي ان استجابنا الى مهمة المنطقة العسكرية. فطر. دكت بحضرتك انه في حصيري للعناصر توافق واستشهدوا من دفاع المدني. هل هذا الشيء اثر تلباً على استجابة الناس للدفاع وانضمامهم في الدفاع المدني؟ شكراً. هلا اكيد عناصر دفاع المدني هني بشر. وبالقصف اكيد بيتأثروا وبينصابوا بيستشهدوا. ولكن في الثورة عابينصاب المدني يا اخوي عابينصاب المدني ويجالس في بيته بدون ميقدي اي عمر. وعابينستشهد هو جالس في بيته بدون ميقدي اي عمر. فبتوقع انه شعبنا ومواطنينا الموجودين دا في الداخل السوري هنه اقوى من انه يسنيوا للانضمام لدفاع مدني مجرد استشهاد عنصر من دفاع مدني او يصاوت عنصر في الدفاع المدني. خطط. دفاع مدني هو من أهم ركاز كان على الصعيد المدني وعلى الصعيد الحديث وجود وقدمت دفاع مدني واضح بصفقة شكر وتقدير ولكن ليش بتفاوض كبير ما بين كوادر وكوادر كوادر بدون ذكر أسماء المرات كوادر على أهب الاستعداد أفرادا وإدارة وكوادر في منتهى التقاعص كما حصلتني أحدى المجازة كريف لدله نقص انفرق الدفاع المدني إلى أن انتشلت الجرحة وانتشلت جميع الحالات وبعد أكثر من خمس ساعات حتى مصر لدفاع المدني في مراقب أخرى كيف تنخان شايفون الدفاع المدني على أهب الاستعداد في تلقين الساعة الثالثة أو الرابعة فجرة رفضناهم في أكثر من منزلة كانوا على أهب الاستعداد فاقي المراقب وبعض المراقب ليسوا بنفس الجهازية في خاشفون أخذي الدفاع المدني تشكلت المراقز أو تأسست المراقز ليست على سوية واحدة وليس بتاريخ واحدة يعني في مراكز تأسست من قبل أكثر من ثلاث سنوات تماماً هذه المراكز قدرة تحصل على تدريب وعلى عتاد هو يعني فات المراكز الوليدة أو الحديثة ولكن هناك في خطة مدارة الدفاع المدني سوري بأنه ترفع جائزية المراكز الحديثة من ناحية التدريب ومن ناحية العتاد وتوزيع الأليات عندها في حيث توصل هذه المراكز الجيدة إلى مستوى المراكز اللي صار لها فترة من الزمن عامية على الأرض فتطلو؟ هتطل عنده شيء؟ فتطل لا أسكن عمي أنا توقعت أن المؤتمر اللي اتأجرت لسبب المجزة اللي صارت مبارئ توقعت أنه اللي يعني عاصر تقاع الندني من في عنده من أعمال لك يا ترى شو إيه حصيلة المجزرة المبارئ؟ شو الإجراءات لكماية المدنيين في الأسواق والتجمعات والمساجئ لأنه يحزر الطيارة وممكن تجي تضرم اللي فعال مدني عنده آلية أنا سمعت بستنفيئة المدينة في بيبنج كيز المون المزار ليش بجمعارت المعامة للسماعات القادمة؟ صارت مبارئ نحن اليوم أكيد حصيلة مبارئ اللي شيء صار مبارئ المجزرة اللي صارت في كوفرانبل ومعارت النومان أولد عنها بتسعة وتلاثين شهيد بينهم نساء وأطفال في معارض النومان وأكثر من مبارئة جريحة في كوفرانبل كمان استادها في سوق الشعري راهضة حيدوا عشر شهداء بينهم أطفال وأكسنا بسنطاش وننصابين فرقة اتفاع المدنية هي كانت الحمد لله كانت موطنية باشرة بس نحن اليوم الشيء اللي عبصير معنا نقص التوعي استجابة المدنيين العشوائي اللي بتقول هي ردة الفعل اللي عبت صيره اليوم في عنا فرق مدربي لازم تتركوا لها مجال لتشتغل في حيث انت اليوم ما تركت لها المجال فأنتي عبت ضرها مارت الفعل في المجازر اللي عبت صيره طبعاً أنا بس خبت ضيق ضرابة صغيرة عن الحكاية برقمان الدفاع المدني عب يعمل على إقامة حملات توعية في الدافل السوري في المناطق المتحررة طبعاً هذا الكلام من أجل رفع التوعية عند الناس أو عند المواطنين ورفع السوية الوعي عندهم بعدم اقتراب لمناطق الضربات لأني للأسف عبسير الضربات مزلوجية كما قلنا وعب تأدي لا استشهاد على أكبر من ضربة الأولى فإن شاء الله عندهم خفطة لإقامة حملات توعية في المناطق المتحررة بشكل كامل لقصود الاستهداء في المتعمل المباشرة لكوادر وعناصر مفاعل مثل عندكم أساسة مفاعلة لكيفة التعويض لنقص انتقلات الكوادر بصراحة نحنا لما عمسين نقص كوادر بسبب استشهاد والتغيير بالعناصر نعني معكم المسابقة بقبول متطوعين في الدفاع المدني نتقدموا إلى المسابقة يتم قبولهم بعدين نخطاعهم لدورة تدريبية لرفع الكفاءة تبعا وبالتحقب المراكز تماما بعدما يخطاع الدورة التدريبية بيكونوا إن شاء الله تكفاء في الحد فهنا نغلب من المتطوعين من الشعب السورية شكرا أستاذ الكريم سؤال بما يخبر على الغياني لدى الزمدان عند تستهدف منطقة مدنية توجه مباشرةً بناء على طلب من قبضات والمراسط فيما لو استهدف مقر عسكر وأخذ بالذكر مثلاً تنزيجة في المصر هل تبادرون مباشرةً للزهاب إلى المكان أم هناك حرج يعني من فضل التوحة بناء على طلب المراكز نحن كدفاع مدنيين عملنا دائماً يكون مع المدنيين مع الأشخاص المدنيين نتعمل مع الإنسان لنقوح الإنسان بغض النظر عن دماؤه بغض النظر عن وجوده في أي مكان نحن نسجيب لكامل الهجمات ولكن للأسف الهجمات معظمها كانت على المدنيين ولم تكن على المقرار أستاذ لا أسرع من الأجسام اختلفنا لا يوجد أي حرج لأن هذا الشخص عندما استهدف وأصبح إنسان مصاب فهو أصبح غير خطير وإنسان ما عنده أي مشكلة يعني ما هو خطير نهائياً فنحن ما عنده حرج من انقص هذا الشخص حرج من الطرف الآخر من القصف مرة أخرى؟ من المقارن يعني يسمح لكم وإنسان لا يوجد أي مشاكل ولكن هذه الحالات طبعاً حالات استثنائية وقليلة جداً جداً هذا السؤال اللي سألته هو قليل جداً جداً وما في أي حرج لا من الطرف اللي عم ننقذه ولا حتى عنا نحن ما عنده حرج أن نستجيب لهذه الحالة محمد فضول أوريند نيوز استثقر أنه في حال كم انتصار في نفس بجوانات بفاع المدنين يتم الأعلان على المتابقات ما هي المعارية التي يتم اختيار فيها العماسك؟ هل هو خبرات في العمل؟ الصراحة نحن الأشخاص اللي هنه عاملين بهذه المهن سابقاً طبعاً إله الدرجات لأنه هو صاحب خبرات لكن هنه ما بيغطوا كامل كوادرنا فنحن دائماً محتاجين لشباب هنه عبارة بجز يكونوا طلاب جامعيين بجز يكونوا الشباب يعني ما كانوا يشتغلوا قبل بالدفاع المدني لكن واجبوا الإنساني اتجاه شعبهم اتجاه ناسهم دفعوا لأمير الطوع بالدفاع المدني فنحن في عنا معايير منحطة معايير تخص موضوع الثقافي ثقافة الشخص تخص اللياقة البدنية وإمكانيته البدنية على القيام بأعمال الدفاع المدني هو عمل ما نسهل ففي معايير نحن محطة بالمسارقة وبيخضع عائلها الإنسان ويتم قبوله بعد ما ينجح بهاي المعايير حسب ترتيب الأول ترتيب شباب آخر تواد مين لكم من نصيبين فضل أستاذ تركساد ما هي الآن المعدات التي نتفاجونها أثناء اتكام نظام متزرع ولم تؤجد عليكم كان وزمني خمال عين طبعاً نحن نبتخر بصراحة المعدات السقيلة من تركساد وروابها كبيرة الحجم لرفع الأسقل طبعاً عنا قسم منها موجود مدفر باليدينا قسم منها لكن هي غير كافية ونحن نحتاج إلى معدات إضافية من هذا المجال شكراً لكم الله يعطيكم العافية مشكورين جميعاً بس لحظة شباب شباب لو سمحتوا هلأ بس سمعتوا تقولوا أي شيء ها يكون ها يتقدم لو سمعتوا يعني لاحظة على المنطقة بس لو سمحتوا هلأ في عمل محتمر التاني طبعاً